اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث من عراقي منذ الاعلان عن تكليف عم الشياع السوداني بمهمة تشكيل الحكومة القادمة في العراق واختيار رئيس الجمهورية تحدثنا ذلك ربما في اسبوع الماضي كله اقول منذ ذلك الوقت وكثير من وسائل الاعلام والجهات السياسية دكاكين السياسية ومراكز الدراسات السياسية دول كثيرة وزارات خارجية دول بعينها مؤسسات رئاسية تحاول ان تضلل العراقيين تحاول ان تحقن العراقيين بحقنا من المخدر تحقن الشعب العراقي لكي يقبل بالحكومة القادمة لكي يرى فيها او يعني يوهم بان هناك امل في تغيير معين في وضع جديد معين ويقبل بها ويعني يختار الموافقة عليها او سكوت عنها هذه المحاولات هذه المحاولات موجودة ومكررة ومن اكثر من مكان اقليميا دوليا عربيا محليا كثيرة جدا واحدة من الصحف العربية كتبت تقول ان رئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني امام فرصة تاريخية لوضع البلاد على سكة الاصلاح بشلون كيف ذلك يقول خصوصا هذه الصحيفة تقول خصوصا ان الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي هيئت له الارضية اللازمة من خلال البرنامج الاقتصادي يقصدون الورق البيضاء وسنتحدث عن ذلك الذي عدته ومكن بغداد لاحظ ومكن بهذه الورق البيضاء يتحدثون عنها مكنت بغداد مكنت العراق من تسجيل ارادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار شهريا في بعض اشهر وهي ارقام غير مسبوقة في تاريخ العراق يعني دعنا نعلق عن ذلك فيما بعد لكن دعني اذهب الى حديث للكاظمي مصطفى الكاظمي يعني ايضا تحدث عن الفترة التي حكم فيها وهو يعرف انه سيسلم الحكم فيقول لقد استلمت الحكم واحتياطي البنك المركزي كان هابطا ل 49 مليار دولار واليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار واستلمت احتياطي الذهر 96 طن واليوم اصبح 134 طن طيب يعني هذه جزء من محاولات الضضيل محاولات تخدير العراقين محاولات رمي معلومات هي ليست حقيقية والكل يعرفها واولها يتحدثون عن فرصة تاريخية وضع البلاد على سكة الاصلاح لان الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي هيئة الارضية اللازمة من خلال برنامج الاقتصادي الورقة البيضاء ما هو هذا البرنامج الاقتصادي يتحدثنا عن مئات المرات يعني هم حتى وزير المالية الذي استقال هذا اللاوي قال انه هذه ورقة يعني مجرد ورقة غير قابلة للتطبيق ولم تطبق وقلناها ونقولها اكثر من مرة هذه الورقة اللي هي عبارة عن ملف ربما ببيعت ورقة وما يقرب من مئة ورقة سبعين ورقة منها تصف المشكلة في العراق تصف المشكلة الاقتصادية في العراق فساد أو ما عرف منه يدارسوا ويدارب وهذه اللي يعرفها كل العراقيين يعني وصف المشكلة ماشي طيب وين الحلول حتى تصف المشكلة يجب أن تضع الحلول الحلول التي وضعتها الورقة حلول مستحيلة في العراق يعني هي الورقة ممكن أن تصلح لأي بلد آخر ممكن يكتبها أي اقتصادي أي واحد مهتم بالاقتصاد خرج بكالوريوس اقتصادي يمكن يكتبها هذه الورقة وأي وآي بلد ممكن يستفيد من عدها لأنه في انضباط في صناعة في زراعة في تجارة في نشاطات أخرى فيه موارد يعني غير النفط مثل العراق وحادي المورد يعني فقط النفط تأتي أموال وتذهب إلى الفساد هذا الوضع لا صناعة ولا زراعة ولا فبالتالي هذه الورقة تتحدث عن صناعة تتحدث عن زراعة وتنمية الزراعة وتنمية الصناعة لا أرضية متوفرة لها لا أجواء ولا مناخ متوفرة لها لا نواية لا سياسية ولا اقتصادية لعادة الصناعة للعراق مرة أخرى ولعادة الزراعة للعراق مرة أخرى العراق تصحى هذا كل لأنه سياسات خارجية واقديمية تريد للعراق أن يكون هكذا إيران تريد للعراق أن يكون ساحة وسوقا لمنتجاتها ما هذا يأثر على اقتصاد كل صناعاتها كل مصانع تشتغل وترمي في العراق والناس يشترون متبرين لأن العراق كانت لديه يعني أكثر من 176 ألف معمل ومصنع كبير وصغير ومشترك وللدولة تابع للدولة الخاصة كلها سرقت ونهبت ودمرت وعرقت ونقلت مكاينها إلى الخارج ونقلت إلى إيران هذا واقع العراق فبالتالي أنت لكي تضيف موردا آخر إلى دخلك القومي يجب أن تكون عندك صناعة يجب أن تكون عندك صراعة يعني مورد اقتصادي آخر غير النفط نحن بلد يعتمد على النفط فقط فلذلك الورقة البيضة لا تساوي شيئا ثانيا عندما تتحدث هذه الصحيفة وتحدث البعض هنا وهناك بهذه الأوراة المخدرة التي يريدون أن يخدروا بها العراقي يتحدثون عنه أن هذه الورقة وهذه كذبة طبعا هذه الورقة لم تحقق شيئا ولم تنفذ ولا يمكن تنفيذها لأن الحلولها غير طبيعية وغير ممكنة وغير في وضع العراق حيال الحلول هذه مطلوبة لكن من ينفذها حكومات تابعة لإيران تتحرك بأوامر من إيران وإيران تريد اقتصادها وسواقها وإزراعتها وصناعتها كلها بالعراق وتجيها موارد مليارات الدولارات وغازها ونفطها يمشي الكهرباء مالتنا هذه لا تريد للعراق لذلك هذا العراق يبقى ضعيد لأنه متذيل وذيل لإيران وتابع لإيران وهذه الحكومات والميليشيات التي جاءت من عمل في الثلاثة لحد الآن تريد له أن يكون هكذا وإيران متغولة في العراق وهذا واحد من نتائج ما حصلتها أو حصدتها هذه من حصاتها من نجاحاتها في العراق هذه فتحت لنفسها أسواق وفتحت لزراعتها وصناعتها وكل شيء ولميليشياتها وخلت العراق تابع لها وأرض تستثمر فيها كيفما تشاء هذا واقع الحال إنما يتحدثون يقول تسجيل إيرادات مالية تجاوزت 11 مليار دولار شهريا هي إيرادات المالية 100 جديد من النفط من تصدير النفط طيب هل لحكومة مصطفى الكاظمي أو لأي حكومة جاءت من 2003 لحد الآن دخلهم في زيادة هذه الموارد هذه الكذبة عليكم أن تعو ماذا تتحدثون ومع من تتحدثون النفط كان سعر البرميل 20 و 30 دولار والآن زاد فوق وصل 120 دولار وصل 90 و 80 و 100 والآن فوق 100 دولار هذه هي هذه الزيادة بأسعار النفط بذلك أسعار برميل النفط وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية الحرب زادت الأسعار أيضا وبالتالي جاءت وفرة مالية كبيرة جدا جدا هي اللي جعلت احتياط البنك المركزي زيد من 49 مثل ما يتحدث الكاظمي إلى 85 وإلا هو يد في ذلك واحتياط الذهب يزيد من 96 مليار طنا إلى 134 طنا هل له يد في وزارة ماليته واقتصاده ووضعه وسياسات الاقتصادية دور في ذلك احنا ما عدنا سياسة الاقتصادية خلي قلونا شنو سياستنا الاقتصادية احنا سياسة سوق مشتركة اشتراكية شنو شنو سياستنا لا حد يعرفه دكاكين وتشتغلوا كيف هذن؟ فهذه الكذبة عيب عيب عندما تكذبون هذه الشغلة وعندما يتحدث الكاظمي هكذا ويقول انه تركت هل قد وشنو تركنا لنفترض جدلا وهذا غير منطقي الغرب وتحدثنا عنه هذا كله غير صحيح لنفترض انه مصحيح ماشي طيب تتحدثونا عن الفقر وقصار تحدثونا عن الفقر وقصار وiliعان وقصار تحدثونا عن البطالة من عام 2003 وقصار وقصار تحدثونا عن الميليشيات وقصار تحدثونا عن كميات السلاح المنفلد ايش قصارت؟ هذا الحديث مون تجون تحدثوني بأرقام مضحكة مبكية تضحكون على الناس وعيب على صحف عربية وعيب على دوار سياسية ورئاسات ودول تتحدث بهذه اللغة هؤلاء يريدون ان يسأموا في خراب العراق من يتحدث بهذه اللغة هو شريك في خراب العراق يعرف لي ان الحقيقة ويعرف هذي كذب وهو يسوقها لكي يقبلوا ونقبل بحكومة جديدة يستمر الفساد وستمر العملية السياسية ويستمر النهب يعني سعر النفط يزيد ازداد الوفرة المالية يتحدثون عن انجازاته وهذا انجاز؟ يعني من يومكم تصدرون هذا النفط وشركات تشتغل عليها شركات اجنبية هي اللي تصدر النفط وهي اللي تشتغل هي تستخرجها وتستكشفها وتجيب عمالها والعراقين ما يشتغلون به العراقين عليها مثل الحمامي اللي يشيلوا على ظهره من المساكين ويعبرون النفط ما يستفادوا من عندها هاي البصرة و هاي الجنوب كله يمر بها هاي البصرة و من النفط و ما استفادوا؟ ما روحوا و شوفوها شينو من المدينة؟ عب هذا الكلام عب وين الخدمات؟ شينو صار بالخدمات؟ وين التعليم؟ و ما صار بالتعليم؟ ارتفاع التعليم؟ نمات التعليم؟ المستشفيات و الورع الصحي ارتفاع و الخدمات الصحية؟ اللي تتحدث هكذا يعني علي أن يقول لنا هذه ماذا الشعب يعرفها؟ وخفضتوا سعر الدينار مقابل الدولار و كل هذا في جيوبكم و بالتالي تتحدثون عن مبالغ غفرة من المال هذه جاءت من النفط جاءت من زيادة أسعار النفط ليس لكم دخل فيها سياساتكم معتكم سياسات هذه شركات أجنبية وزعت لها حصص النفط وهي اللي تشتغل و يصدر النفط و أمر من بره تجي تصدر و تجيكم الواردات و ينهبون نصها هم و ينهبون أنتم نصها و الباقي الشعب يزداد فقر و يزداد بطالة و يزداد مرض و يزداد هم و يزداد أمية و يزداد خراب هذا واقع الحال فبالتالي على كل وسائل الإعلام و الدوائر السياسية و مراكز الدراسات أن تستحي تخجل من تضليل العراقي لأن هذا الشعب العراقي هذا الشعب الطيب الرائع اللي أسهم في كل خير للجميع أقليميا و دوليا و عربيا عليكم أن تتذكروا هذا هذا الشعب تركونا من الحكومات لكن هذا الشعب قدم كل شيء قدم حتى دمه قدم أرواحه و قدم كل شيء هذا ألا يستهل أن لا تضللوه على القرى تركوه تركوه لا تضللوه حرام عليكم مهاج استمرار هذا الوضع هذا يؤدي إلى خراب العراق أكثر وأنتم تساهمون في خراب العراق هذا الوضع لا يمكن قبوله ولا يمكن تحمله وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أصدعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة